اصابة اربعة عسكريين للجيش في عرسال والقاء القبض على قاتل المقدم نور الدين الجمل اول ضحية للشهادة المتوسطة في بعلبة قلعت نتائج البرغين بلعش واطلاق نار امنا بدنا نفوت عجوان احنا امنا واجت رصاصة براحة دولة البغدادي انتهت حيث بدأت زمانا ومكانا المشنوق لنصر الله من بعبدا هذا كلام يعني بصراحة غير مسؤول وطني عايش من قلة الموت احنا ما اوصل في الحال انه اقتل حالي انا ومرتوني اشتركوا في القناة اشتركوا في اولى نشراتنا الاخبارية اشتعلت جبهة عرسال اليوم بعدما اقدم ارهابي على تفجير نفسه صباحا خلال عمليات دهم نفذها فوج المجوقل في الجيش اللبناني في مخيم النور شرقي عرسال قرب وادي عطا ما ادى الى اصابة اربعة عناصر من الجيش ومن ثم اقدم انتحاري ثان وثالث ورابع على تفجير انفسهم خلال المداهمات في عرسال وقد سقط قتل للمسلحين خلال اشتباك مع القوة المداهمة وافاد مراسلنا في المنطقة ان مدهمات الجيش المستمرة حتى اللحظة ادت الى توقيف عدد كبير من النازحين فيما جرى تفجير وتفكيك عدد من العبوات الناسفة في محيط المخيم وبحسب معلومات الجديد فان جبهة النصرة وضعت سلسلة عبوات متشابكة قرب مخيم النور واتخذت من النازحين في المخيمات دروعا بشرية وهذه العبوات معقدة ما قد يستدعي تفجيرها بالكامل وفي هذا السياق اشارت مصادر امنية متابعة لسير العمليات في عرسال الى تفجير ثلاث عبوات الناسفة حتى الان داخل مخيم النور وهي كانت معدة لنقلها الى خارج المخيمات وافادت المعلومات الى ان العبوات التي يتم تفكيكها في عرسال مزروعة داخل المخيم لتفجيرها وقتل اكبر عدد من النازحين لاتهام الجيش انه يستهدف المخيمات بقصف عشوائي وكانت استخبارات الجيش قد حققت انجازا نوعيا تمثل بالقاء القبض على الارهابي السوري احمد خالد دياب الملقب بابو السيك والمطلوب بعدة مذكرات توقيف وذلك في محلة رأس السرج في عرسال علما انه من ابرز المشاركين في معركة عرسال 2014 ويعتبر من قيادات النصرة في عرسال وافاد مراسلون في المنطقة شوق سعيد ان الموقوف هو قاتل المقدم الشهيد نور الدين الجمل الذي استشهد في الثاني من اب عام 2014 خلال الاشتباكات التي خاضها الجيش ضد المجموعات الارهابية في منطقة عرسال ثمانيني ضحية رصاص النجاح الطائش والقاضي سقر سقر سطر استنابة قضائية للاجهزة الامنية بالتحري عن مطلقين نار ابتهاجا بنتائج جهدات البروذي وتوقيفهم وسوقهم الى دائرته من على كرسيه المتحرك شهد حسين جمال الدين نجاح طالب وسقوط رصاصة أنهت حياته ففي خلال صدور نتائج الشهادة المتوسطة وفيما كان يستريح جمال الدين البالغ من العمر خمسة وثمانين عاما في حديقة منزله في تل الأبيض في بعلبك استقرت رصاصة ابتهاج في جسده وفارق الحياة من فوره عائلة جمال الدين طالبت بإنزال أشد العقوبات بالمرتكبين وبتوقيف الفاعلين أكيد مبروك للنشحين ومثل ما أطلق الشعال قوى الأمن الداخلي أنه رصاصة الفرح التي يطلقها لأهل التلميذ الناجح تقتل شخصين تعطيش هذه الوفاة نتمنى نحن على وزير الداخلية نتحمل مشروع الكلام اللي حكي اليوم أنه هو يتتابع ويطالب ويوقف كل من أطلق النار العشوائي بمناسبة نتائج الشهادة الرسمية بسبب فرحة طفل أمره 14 و17 سنة لا ينجح بالبريفير بيروح جزر بيت بيروح زلمة معدة والسبب رصاصة طيش الناس عم تعزة وناس فرحانة في مؤتمره الصحفي أعلن وزير التربية والتعليم العالي مروان حميدي بلوغ النجاح أعلى نسبة له حتى الآن ومع ارتفاع نسب النجاح ترتفع نسب ضحايا الابتهاج بالنجاح وفي مؤتمر صحفي لفت وزير التربية مروان حميدي في خلال أعلانه نتائج الامتحانات الرسمية إلى أن 89358 تلميذة تقدموا إلى الشهادة المتوسطة غاب منهم 2048 وهي نسبة ضئيلة متمنيا على هؤلاء التقدم إلى الدورة الثانية وأشار إلى أن هناك طلابا سوريين تقدموا إلى امتحانات الشهادة المتوسطة أسوة باللبنانيين ونتوجه بالتحية إلى هؤلاء اللبنانيين على موقفهم في هذه الأزمة اشترك إذن 57274 تلميذ بكل لبنان نجح منهم 46837 تلميذ أي أعلى نسبة منذ سنوات 81.78% من طلاب لبنان من تلاميذ لبنان اللي قدموا على الشهادة المتوسطة نجحوا 11.744 جيد على 46 ألف يعني كمان هيدي نسبة جيدة 7.332 أخدوا جيد جداً بالمواد اللي عندنا التبلول اللي هون بيقول أنه أضعف شي كنا باللغة الأجنبية وبرجع بتوجه للي ما حلفوا الحظ تقلوا موعدنا بعد بضعة أسابيع ومثل ما شايف إذا في 81% نجحوا 19 شرة بيكونوا ناجحين بأواخر ومن قصر بعبدة وزير الداخلية نهاد المشنوق يرد على كلام السيد حسن نصر الله الأخير بعد زيارته رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون في قصر بعبدة أشار وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق إلى أن اللقاء تناول عدداً من الملفات وأبرزها نسبة الجريمة المرتفعة وعمل القوى الأمنية للحد منها كما رد المشنوق على ما ورد في خطاب الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله عن إمكانية استقضام مقاتلين إلى الأراضي اللبنانية لمقاومة العدو الإسرائيلي واصفاً كلامه بغير المسؤول واضح أن هذا الكلام لا يعبر عن رأي الحكومة اللبنانية ولا الدولة اللبنانية ولا الشعب اللبناني هذا كلام يعني بالصراحة غير مسؤول وطنية وبيفتح باب لاشتباكات سياسية نحن بغنعنا نحن واجباتنا ورأينا أنه قبل أن نجيب حشود لمقاومة العدو الإسرائيلي خلينا نحشد اللبنانيين على رأي واحد وعلى موقف واحد وعلى تفاهم واحد قبل أن نبدأ نستورد الأمر الثاني نحن موقفنا كحكومي ودولي بطبيعة الحال لا نقبل بهذا الأمر ولا نسمح به بالقانون بقوة القانون وبقوة الدولة وبقوة كل المؤسسات السياسية والأمنية المسؤولة هذا كلام خارج سياق المسار اللبناني وهذا كلام على الأقل بيعطي انطباع وكأنه نحن بدنا نستورد الحريق السوري إلى لبنان ما في لبناني بوافق على هذا الموضوع وهذا يعني صراحة أقل ما يقال بهذا الكلام أنه خارج سياق المسؤولية الوطنية تجاه كل اللبناني واعتبر المشنوق أن جهود القوى الأمنية في ملاحقة المطلوبين تصطدم بالقرارات القضائية مؤكدا أن لا سلطة للأجهزة الأمنية في تحديد من يجب توقيفه أو إطلاق سراحه وطالب المشنوق المواطنين بالتبليغ عن أي شخص يطلق النار ابتهاجا خصوصا مع اقتراب موعد إصدار نتائج الامتحانات الرسمية من جهة ثانية لفت المشنوق إلى أن المشاورات التي تجري حاليا هي لمناقشة المسائل التقنية المرتبطة بالانتخابات مؤكدا على إجراء الانتخابات في موعدها بين القوات والمردى تواصل غير دوري فهل ينقلب تحالفا انتخابيا في دوائر الشمال؟ لطالما كانت القوات والمردى على طرفين قيد وخلاف سياسيين فالهوة السياسية بين زعيمي بشري وزغرت كبيرة تعود إلى تسعة وثلاثين عاما هو عمر جرح أهدن العلاقة مع تيار المردى خليني أقول بأسوأ الحالات عم تكون طبيعية لا شك في أن مصافحة الدكتور جعجع للنائب فرنجي في لقاء بعبد التشوري والحديث الذي جمعهما إضافة إلى تصريحات كل منهما الهادئة والمسالمة مؤشرات توجب الوقوف عندها لسيما في ظل ما يحكى عن تواصل غير متصل بين الحزبين اللددين وعن تفعيل لعمل لجنة التنسيق التي تجمعهما مذو نحو عشرة أعوام من فترة قصيرة حصل اللقاء كان بصفة شخصية بين وزير سعادة وأحد ممثلي القوات بلجنة التواصل أكيد بعلم الوزير الفرنجية وبعلم الدكتور جعجع من ثم حصل عدة لقاءات وأيضا عم يحصل لقاءات بين وزير المردى الوزير يوسف فنيانوس ووزراء القوات لبنانية بالحكومة المواضيع هذه اللجنة التواصل وقفت بفترة ترشيح الوزير الفرنجية لرئيسة الجمهورية ريش عيت هلأ أم تتفاعل فيه تواصل من أجل مقاربة ومعالجة أي إشكال على الأرض بصير بين الطرفين فيه تهدئة قائمة على المستوى السياسي التواصل محصور بين مجلس نواب وبين مجلس وزراء التقاطع القائم حول بعض الملفات الحياتية تبلش بالكهرباء ما بتخلص ربما بملفات أخرى وإذا اللي حصل بلقاءة تشاورة بعرضة الأمور عمليا فيه طبيعية علاقة عادية بين الطرفين صارت حديث بسيط بينه بين دكتور جعجع كان الحديث دكتور جعجع حكي بكم شغلة إنمائية لقضاء بشري وقاله الوزير الفرنجية نحن ما بدون نوصينا ببشري تدرك قيادتا المردى والقوات أن دائرة شمالية كاملة تجمعهما فهل ينقلب التواصل تحالفاً انتخابياً تفرضه المرحلة المقبلة؟ بعد ما حداً بلش يفكر بتحالفات انتخابية بس ولكن لا شك نحن الدائرة في دائرة بتجمعنا نحن ونائب فرنجي هذه الدائرة القوات اللبنانية عندها صقل كبير جداً وهي صقلة بش بس موجود ببشري هي موجودة ببشري وهي موجودة بالكورة عندها نائب يعني ببشري عندها نائبين بالكورة عندها نائب بالبترون عندها نائب وبصغرتها الكل بيعرف انه في حجم قواتي كبير بصغرتها هل ممكن يكون في تحالف بين المردى والقوات لقطع الطريق على جبران باسيل تحديداً بالبترون؟ مش هيدا هدفنا نقطع الطريق على حدا نحن بهمنا انه ما حدا يقدر يقطع الطريق علينا حاج بقى تحملنا كتير بالفترات السابقة تحملنا امور تحاول تحصر سلايمين فرنجية ساعة بالشمال ساعة بقضاء اليوم بدنا نسبت للعالم كله انه اللي عم بيصير بالانتخابات القدمة رح ينصف طيار المردى اذا الله رأت تحالف مع المردى وارد الامور كلها وارد ما فيش مخفى 11 شهراً تفصيلنا عن الانتخابات النيابية المقبلة 11 شهراً مدة زمانية كافية لتراجع الأحزاب حساباتها فتتظهر حينئذ التحالفات والنيات السياسية المبيتة داريند عبوس قناة الجديد اين يقف الاتحاد العمالي العام اليوم من ملف سلسلة الرتب والرواتب 15 عاماً وقف فيها الاتحاد العمالي العام شاهداً على سلطة سياسية عثت فساداً في حقوق المواطنين حتى وصلت الحال به أن شكل غطاء سياسياً للمعارك بين الأفريقاء أما اليوم فتتكثف الاجتماعات التمهيدية للتحرك هلأ نحن نحضر للسلسلة لتحرك كبير نهار الثلاثة ساعة 11 بالصرخة لإقرار السلسلة بالعقد الاستثنائي لمجلس النوار نتوجه إلى المسؤولين بعدين لمقابلة المسؤولين ولوضعهم أمام مسؤولياتهم بعد من رح بيكون إلنا كمان اجتماعات مكسفة مع هيئة التنسيق النقبي لتقرير الخطوات المستقبلية تصل إلى الاعتصام تصل إلى التحركات بالشارع كل الخطوات التي يبيح الأنون نحن رح نلجأ له بما فيها الإضراب والاعتصامات لإقرار السلسلة الاتحاد الذي انسلخ عن حقوق الناس على مدى أعوام ارتم خلالها في أحضان السلطة لن يتحرك وحيداً أيام الشرزم بالحركة النقابية ولد نحن يد وحدة نعمل بالتعاون مع هيئة التنسيق النقابية مع روابط الأساتزي لإنتاج عقد اجتماعي جديد في لبنان على الرغم من صحوة الاتحاد إلا أن مشكلة السلسلة لم تكن في قلة المطالبين بها بل في مصادر تمويلها تمويل السلسلة يعود إلى الدولة اللبنانية إنما نحن نرفض أي ضريبة إضافية تحمل للمكلف مفترض الدولة عبر مكافحة الفساد عبر ترشيد الإنفاق عبر سلسلة إجراءات ابتخذها باتجاهات إصلاحية إن نتأمن مردود للسلسلة وما حصل بمطار بيروت من إنتاج لواقع 400 مليون ليرة بعقد عمله وزير الأشغال ووفر 400 مليون ليرة للدولة عطى إنتاج مهم هذه جزء من إصلاح ندعو له بالدولة اللبنانية هو بمويل السلسلة يعيد رئيس الاتحاد بتغيير الانتباع السيء عنه إلا أن تجربة المواطنين في مخص النظام السياسي الذي يمتلك استبلا من أحصنات طرواضة حتمت على المتابعين انتظار النتائج لا الوعود حسان الرفاعي قناة الجديد أسرة أمام خيارين لا ثالثة لهما فإما تتخلى عن ولديها وإما تموت جميعها أنا بخاف منه أنه ما أوصل في الحال أنه أقتل حالي أنا ومرتي بولدي وهذا أخطر شيء بظله براس القتل ثم الانتحار هو المسار الوحيد المتبقي أمام نائل الجندي على حد قوله بعدما فتك الفقر به وقطعت يد العون عنه لأنه فلسطيني هذا اللاجئ خسر عمله بسبب لاجئ آخر ويد عاملة أرخص دفعته إلى العوز قبل أن يلجأ إلى التخلي عن أولاده أنا ما قلت أنه أنا بدي أبيعهم أنا بدي أعطيه حدا أنه يتبنى هالعائلة في معنى الكلام يعني أو يلاقي لي سقف يقويني عرفت علي كيف وشغل دائم لأعمل مستقبل الأولاد مش كرمان المصاري ما حدا يفهم أنه أب يبيع أولاده كرمان المصاري بدن يأخذونا بدن يأخذ الولدين يأخذونه لإله والإمه من إيش خدمين للأولاد بالدرجة الأولى عرفت علي كيف وللمؤسسة أو الناس اللي بدن يأخذوا لو أنا بعرف أن الأمور بدأت تصير فيي هيك ما كانت جوازة ما كان صار عدي أولاد أنا ما بدي أولادي يربوا ويعيشوا بالمستوى اللي إحنا عايش فيه عملي الوحيد هو بالله عم بيشو خطين من صغار كمان حطلهم شقف وعم حطلهم مير سكر لأنه ما في طعمهم مير سكر لأنه ما في ممسار لجبن الحليب والأحفادات يعرضهما للتبني ثم يرفض قطعاً التخلي عنهما درجة من اليأس أوصلته وزوجته هديل إلى خيارين فأما التخلي عن ولديهما ما يعني الموت البطيء وأما الموت السريع هما أمراني أحلهما مر لايال سعد قناة الجديد هل البركيني شرعي أم لا وفق الشريعة الإسلامية البركيني لباس بحر مخصص للمحجبات موضوع يفتح الباب أمام جدل كبير بدأت بوادره تظهر قبل نحو سنة بعدما منعت النساء من ارتداء البركيني على شواطئ ريفييرا في مدينة كامل فرنسية وها هو هذا الجدل يعود إلى الواجهة وهذه المرة من لبنان بعدما منعت إحدى المواطنات من السباحة بلباس البركيني في طرابلس ما قسم الرأي العام بين معارض لتصرف أصحاب المنتجع ومتسائل عن شرعية البركيني بوركيني بالمعنى الدقيق للحجاب الساتر للمرأة لا يعتبر شرعي لأنه نحن شرط عندنا في موضوع الحجاب أن يكون الحجاب مانع من تجسيم شكل الجسد البوركيني هو صحيح هو يستر اللحم يستر ما تحته ولكن إشكاليته في عملية تجسيم الكامل للجسد هل المرأة التي اختارت أن تكون محجبة حتم عليها أن ما تعيش حياتها ما تنزل على البحر شو بتعمل؟ بتقدر تنزل على البحر المرأة ولكن في بحور اليوم المجتمع مراعي هذا الأمر في أماكن متخصصة خاصة للنساء المرأة المحجبة المفروض أن تعرف حالها ما هو المكان الذي يليق بحجابها المرأة المحجبة كما أنه لا يحرم النظر إليها من قبل الرجل هي لا يجوز لها أن تنظر إلى الرجل الذي يلبس الميوب واللي هو تقريبا شبه يعني كل جسمه مبين وواضح على البحر يعني هو أشبه ما يكون بشخص عاري بعض النساء لا يحبذن اتداء البوركيني للسباحة وبعضهن يخترن الثوب الفطفاض أو الذي كان فطفاضا قبل أن ينزلنا البحر هذا الموضوع شي متكامل مش عملية غطاء اليوم إذا هي مثل ما قلت هي لبسك لبسها الفطفاض لما عم تنزل على الماء عم تطلع من الماء ما عم بيصير فطفاض نحنا ما لسنا من دعاة التشدد ولا التزمت ولكن نحنا بنقول الالتزام هو خيار هذا الخيار يجب أن يقوم الإنسان بكل ملازماته بين من يرى الأمر حرية شخصية ورجل دين يؤكد عدم شرعية البوركيني ما لا يختلف فيه اثنان هو حرية المرأة في التزام الضوابة الدينية أو عدمه جوال الحجموسى قناة الجديد بعض الفاصل قطر تحكم القانون الدولي موسيقى أهلا بكم من جديد وإلى العراق والتطورات في مدينة الموصل حيث أعلنت وزارة الدفاع العراقية نهاية تنظيم داعش بعد دخول الجيش مجمع مسجد النوري السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في التاريخ نفسه أي في التاسع والعشرين من أيار ومن المكان نفسه الذي أعلن فيه أبو بكر البغدادي خلافته قبل ثلاث سنوات سقط تنظيم داعش في العراق بعد ثمانية أشهر على انتلاق معركة تحرير الموصل وصلت القوات العراقية إلى أنقضي مسجد النوري الكبير الذي لم يتبق منه سوى جزء من قبته الخضراء وعلى الرغم من بقاء مسلحين محاصرين في بضعة أحياء بالمدينة القديمة إلا أن وزارة الدفاع العراقية أعلنت نهاية التنظيم في مدينة الموصل وأن وجود داعش في العراق انتهى إلى الأبد ولا خيار أمام متطرفي التنظيم سوى الاستسلام فيما قال رئيس مجلس الوزراء العراقي حيدر العبادي إن استعادة مسجد النوري لهو إعلان بانتهاء دولة الباطل الداعشية فقد ثبت لدى المحكمة الإسلامية في ولاية نينوار ثلاث سنوات حكم فيها داعش الموصل وأهلها وعاث فيها إجراما وخرابا وحولها إلى عاصمة خلافته المزعومة أما سقوطها فيعني نهاية الشطر العراقي من داعش مع أن التنظيم المتشدد لا يزال يسيطر على أراض في غربي وجنوبي المدينة أما في الشطر السوري فنهاية التنظيم اقتربت أيضا بعدما باتت مدينة الرقة المعقل الأساس للتنظيم في سوريا محاصرة كليا بقوات سوريا الديمقراطية التي تقودها الولايات المتحدة هي دولة الخرافة كما وصفتها التلفزة العراقية سقطت في العراق وتلفظ أنفاسها الأخيرة في سوريا تاركة وراءها حقبة سوداء في تاريخ المنطقة السلطات اللبنانية تسلم للعراق أمير الكيموي بمرسوم جمهوري زياد الزوبعي أو زياد الدولعي بحسب السلطات اللبنانية الملقب بأمير الكيموي لدى تنظيم داعش بات في قبضة السلطات العراقية بموجب مرسوم وقعه رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون والحكومة سعد الحريري ووزير العدل سليم جريساطي وكان القضاء اللبناني قد حكمه في السابع من تشرين الأول من عام 2016 بجرم الانتماء إلى داعش وتصنيع غازات سامة وحكم عليه بالسجن مدة عام فقط لعدم قيامه بالفعل الجرمي من أعمال تنفيذية عسكرية ضد الدولة اللبنانية ولعدم تمكنه من صنع الكيميائي قبل توقيفه ومع شيوع الأنباء حول قرب الإفراج عن العزاوي بدأت جولات تفاوضية ماراثونية بين جهاز الاستخبارات العراقي والسلطات اللبنانية أفضت إلى تسليمه لبغداد حيث باشرت السلطات التحقيق معه زياد الزوبعي أو أمير الكيموي مهندس كيميائي وأحد ضباط الجيش العراقي السابق انضم بعد عام 2003 إلى عدد من الجماعات المسلحة وانتهى به المطاف أميرا في تنظيم داعش حيث كان يكن بأبي عبد الله العزاوي وكان معتقلا لدى الجانب الأمريكي في سجن بوكا قبل أن يطلق سراحه في مطلع عام 2007 لينتقل ويستقر في سوريا بمرافقة أسرته حيث أدار عملياته وعلاقاته بالتنظيمات المتطرفة من سوريا متنقلا بينها وبين العراق وفي مطلع تشرين الثاني من عام 2016 عبر العزاوي الحدود السورية اللبنانية بشكل غير شرعي وبعدما علم جهاز الاستخبارات العراقي أبلغ الجانب اللبناني بقضية العزاوي ومضى خطره ليقوم الجانب اللبناني باعتقاله تطورات الأزمة الخليجية مع قطر مع بدء العد العكسي لانتهاء مهلة الشروط قبل أربعة أيام من انتهاء مهلة الثلاثة عشر شرطا الممنوحة لقطر وصل وزير الدولة القطري لشؤون الدفاع خالد بن محمد العطية إلى أنقرة للقاء نظيره التركي ومسؤولين أتراك بينهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ومن المرجح أن تثار في الزيارة مطالبة دول الحصار بإغلاق القاعدة العسكرية تركية في قطر التي عدها أردوغان مطالبا قبيحة وتدخلا في شؤون التركية ووصف رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في دولة قطر علي بن سمايخ الميري الإجراءات التي اتخذتها دول الحصار ضد قطر بأنها عقوبات جماعية ضد شعب القطري والمقيمين على أرض قطر وأشار الميري في حديث إلى قناة الجزيرة إلى أن اللجنة بصدد التعاقد مع مكتب لاليف الدولي للمحامات في سويسرا لمقاضات دول الحصار والتعويض على المتضررين منه كل شخص تضرر من هذه القرارات لابد أن يلجأ إلى اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لتوثيق حالته وخاصة أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان الآن بصدد التعاقد مع مكتب محامات دولي وتلقى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد الثاني اتصالا هاتفيا من رئيس مجلس الوزراء اليابان شينزو آبي أكد فيه دعمه لمساعي الكويت في إيجاد حل للأزمة الخليجية وأعرب آبي عن قلق اليابان من تبعات الأزمة الخليجية واصفا مطالب الدول الأربع بأنها قاسية وغير منطقية ورأى المقرر الدولي الخاص المعني بحرية الرأي والتعبير ديفيد كاي أن مطالب دول الحصار على قطر بإغلاق شبكة الجزيرة تهدد التعددية الإعلامية في المنطقة ودعى المجتمع الدولي إلى الضغط على دول الحصار كي توقف حملتها على قناة الجزيرة ومع قرب انتهاء المهلة التي حددتها الدول الأربع لقطر فإن السؤال الذي يطرح نفسه ما هو الإجراء الذي يمكن اتخاذه في حال عدم انصياع الدوحة لهذه المطالب وجوابا على ذلك قالت صحيفة الوطن السعودية نقلا عن مسؤولين سعوديين إنه في حال رفضت الدوحة المطالب العربية فستفرد عليها عقوبات جديدة وأنها ستخرج بذلك من العباءة الخليجية وستتعرض عملتها للانهيار قال وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني إن المطالب التي قدمتها السعودية والإمارات والبحرين ومصر لقطر ستصبح لاغية بانتهاء مهلة تنفيذها مضيفا إن تحديد مهلة لتنفيذ مطالب غير قابلة للنقاش يعد سابق في العالم كله موضحا أن دول الحصار تتصرف وكأن المآخذ التي تهمت بها قطر أمر واقع له دلائل وكشف وزير الخارجية القطري أنه تم الاتفاق مع الولايات المتحدة على ضرورة البحث عن حل سلمي للأزمة الخليجية مشيرا إلى أن قطر ملتزمة بوعودها بالعمل بالإطار الخليجي وجامعة الدول العربية ومؤكدا أن مجلس التعاون الخليجي هو آخر مصدر للاستقرار في المنطقة وأضاف أن هناك قانونا دوليا يحكم العلاقات بين الدول وينبغي الالتزام به الهجوم الإلكتروني مستمر حول العالم ولم يعرف حتى الآن الجهة التي تقف خلفه ولبنان لم يكن في منأة عن هذه الهجمات التي استهدفت بعض الشركات منذ الثلاثاء والعالم يتعرض لهجوم إلكتروني أطلق عليه اسم بيتيا وأصاب أكثر من ستين دولة وخلق حالة من الفوضى بين الشركات وهذا الفيروس يسيطر على كل المعلومات في أجهزة الكمبيوتر وفي حال كان الكمبيوتر مرتبطا بشبكة مع أجهزة أخرى فينتقل إليها ويعطلها ويطالب المهاجمون بمبلغ يعادل 300 دولار بعملة بيتكوين الرقمية المهاجمون استغلوا ثغرات في أنظمة تشغيل ويندوز ومع أن مايكروسوفت أعلنت عن تحديثات لتصليح تلك الثغرات لكن الشركات لم تلتزم بتطبيق هذه التحديثات ما سمحها بالخرق مصر في البنان حامي كلها عنده معايير معينة والبنوكة كلها تابعة مصر في البنان وماشي على المعايير اللي بحطها مصر في البنان من نبعت في كتير كيسز صارت في لبنان هنا ومعنا خبرها جمالاً الشركات اللي عندهم شركات برة اللي هن كنكتد لهون على البنان ولا عندهم شفرع هون حوالها 40% منها الشركات انضربوا بهالرانسموري اللي صار هلأ لاتلي وينصح الخبراء بالاحتفاظ بنسخة إضافية من الملفات وتحديث أنظمة التشغيل والتطبيقات وعدم الضغط على الروابط أو الملفات المجهولة باسل العريضي قناة الجديد بعد الفاصل إلان سيجارة تبرر أهلا بكم من جديد صدر عن قيادة الجيش مدرية التوجيه البيان الآتي فجر اليوم وأثناء قيام قوامنا الجيش بتفتيش مخيم النور العائد للنازحين السوريين في بلدة عرسال أقدم انتحاري على تفجير نفسه بوسطة حزام الناسف أمام أحدى الدوريات المداهمة ما أدى إلى مقتله وإصابة ثلاثة عسكريين بجروح غير خطرة وفي وقت لاحق أقدم ثلاثة انتحاريين آخرين على تفجير أنفسهم من دون وقوع إصابات في صفوف العسكريين كما فجر الإرهابيون عبوة ناسفة فيما ضبطت قوى الجيش أربع عبوات ناسفة معدل التفجير عمل الخبير العسكري على تفجيرها فورا في أمكنتها من جهة ثانية وخلال قيام قوى أخرى من الجيش بعملية تفتيش في مخيم القارية التابع للنازحين السوريين في المنطقة نفسها أقدم أحد الإرهابيين على تفجير نفسه بوسطة حزام الناسف من دون وقوع إصابات في صفوف العسكريين كما أقدم إرهابي آخر على رمي قنبلة يدوية باتجاه إحدى الدوريات ما أدى إلى إصابة أربعة عسكريين بجروح طفيفة تستمر وحدة الجيش بعملية الدهم والتفتيش بحثا عن وجود إرهابيين آخرين وأسلحة ومتفجيرات الفنانة إيلان سيجارة تشرح في مقابلة مع زميل عمر خداج ملابسات أدائها مع مغنن إسرائي أغنية لجيش الاحتلال عغدت لجنة مهرجانات غلبون الدولية مؤتمرا صحفيا بحضور الفنانين العالميين إيلان سيجارة وأليساندرو سفينة بدأ المؤتمر بكلمة لرئيسة المهرجانات ندعاد التي رحبت بحضور الفنانين وانضمامهما إلى الفنانين اللبنانيين من المهرجان الذي سيعطي رونقا خاصا للأمسيات وكان لكاميرا الجديد مقابلة مع المغنية العالمية إيلان سيجارة لسؤالها عن حفلها هذه السنة ورأيها في لبنان والفن فيه أزور لبنان منذ 16 عاما ولبنان هو مثل عائلتي ولدي هنا الكثير من الأصدقاء أما عن مشاركتها في أداء أغنية القدس من ذهب مع المغني الإسرائيلي أمير حداد التي أثارت غطب حملات مقطعة دعمي إسرائيل فكان الجواب أغني أغانا عربية إسرائيلية روسية إفريقية ولكل البلدان بالنسبة إلي الموسيقى هي المكان الوحيد الذي لا يمكنك أن تبني جدارا له أغني للسلام ولا أشجع وأبدا على الحر أمير بالنسبة لي مجرد مغنن هو لديه خياره وإذا أراد فيمكنه الاختيار هلان المشكلة أن هذه الأغنية هي نشيد للجيش الإسرائيلي لقد غنيت هذه الأغنية منذ عشر سنوات وأحدا لم يقل شيئا المشكلة اليوم هي أننا نفتعل من الأمور الصغيرة مشاكل كبيرة لا أغني للحرب بل أغني للسلام لا شك أن المغنية الفرنسية لا تعير الصراع العربية الإسرائيلية إلا القليل وهي تؤكد أنها من مناصري السلام في العالم ولكن هل يكفي هذا لإقناع شعب عاش الاحتلال والتشرد والدمار من عدو يتربص بلبنان عمر خداج قناة الجديد وننتقل إلى فن الخبر مع الزميل عمر خداج سعيد افتتح معرض واحد أمل بصغرتها لصور فوتوغرافي بعدسات أطفال مركز سرطان الأطفال بلبنان بالأرب من بحيرة بنشعي بحضور فعاليات المنطقة ورئيس مجلس أمناء مركز سرطان الأطفال بلبنان نورة جنبلاط ورئيسة جمعية الميدان ريمة فرنجي عطول فيه شي هيك يخلينا نلتهي وينسينا الوجع وينسينا الأشياء اللي نحنا مرقنا فيها وقتا كنت مريد قلت ما أعمل شي بالحياة أنه خلص أنه هيدا النهاية فبعدين وقتا الحمد لله شفيت وقتا كونزة هان بصير هيك بخد الكاميرا بصور أو برسم وهيك أشياء مهمة المركز سرطان الأطفال وهي هلاش أكبر عدد من الأطفال بدون أي كلفة أو أي تمييز أو تفرقة وطبعا المركز عم بيعاليش هلأ صرنا 15 سنة عم نعاليش أكثر من 1350 طفل علشنا حتى الآن بمعدل الشفاء وصلنا وصل إلى 80% برعاية رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون ممثلا باللبنانية الأولى السيدة نادية عون فتحت بميدان السباء الخيل ببيروت الدورة الثانية من مهرجنات بيروت الثقافية بمشهدية مبهرة بعنوان رحلة عبر الزمن تتناول تاريخ بيروت والسطة متزج فيها العرض الثلاثي الأبعاد على أكبر شاشة بالعالم بحسب موصوعة جنس للأرقام الإياسية مع مشاهد تمثلية ورأسة وعزف وغناء حي قدمت مدينة جوني بأول أيام مهرجناتها بمجمع فؤاد شهاب أوبرا عنطر وعبلا وهي من أهم العروض المسرحية العربية والعرض الأوبرا للأول والوحيد باللغة العربية بالعالم وهذا بيكون العرض الثالث للمسرحية بعد من عرضت سن الماضي بكازنوا لبنان وبدولة البحرين تاجروا السلاح كما عرفت بمن يتحرشوا يتحرشوا بالشكس بهذا العرض لدينا مشاركة المايسترو ناير ناقي اللي هو مصري مثل ما قلنا اللغة العربية بحد زيتها بتفرض حالها شعر عنطر بن شداد مكتوب بليبريتو شعر أصيل دكتور أنتوان معلوف الكمبوزيشن لمايسترو مارون الراعي الرائع مارون الراعي العالم كله عم يشهد أول أوبرا باللغة العربية حدث هو نقطة التحول رح يرسم خار تجديدي للفن اللبناني بوجه خاص للفن العرب بوجه عام وللفن العالمي مش هيني تدخل لغة على العالم الأوبرا استقبل بابا فرانسيس في الفاتيقال منتج اللبناني الأصل وسيم سلايبي وزوجته مالكة جمال أمريكا السابقة ريمة فقيه وطفلتون ريمة وأهدى السيد سلايبي بابا روما تمثال للإديس اللبناني شربل كانت لقية هدية من زوج توريما وطفلته صغيرة لمناسبة عيد الميلاد لهم مشاهدينا بتكونوا ستنشط فن الخبر لختامة باي باي وإلى فقرة ديمقراطية العوافي وعخيك 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 ولكن يبدو على هالحالة أنو خيك رح يموت بالمستشفى أي مستشفى منشوف كليك تاك وعخيك يا جبران وعخيك يا حكيم ما صدقنا يا جبران وعخيك ونحن كتير فرحنا حكيم أنت وعخيك أنا سهراني عليه وكأنه خيي الوحيد وعخيك وأنا بتنفس معه كل تكي وعخيك خيك روحك حياتك وعخيك خيك ضمانتك مستقبلات وعخيك مرحبا في خبر بشع براهيم وعخيك للأسف ميت ميت وين بالمستشفى بمستشفى البوار الحكومة فالتسطو خلونا هلأ نشوف هالمشهد الطارق اليوم بين دونالد ترامب وبين يمين نتانياهو كليك تاك شو حبيبي نتانياهو طلع معك شي نو لا لا ولا شي انت لقيت شي فكرة نو كمان ما لقيت شي لازم نلاقي شي عالسرية ما بيجوز ما نخلق شي عب الفراغ اللي صار ياس لازم نخلق شي فورا بدنا فكرة بدنا فكرة ترامب حبيبي تلفنا عبريطانيا سأل الإنجليز أفكارهم دايما ممتازة بهالمدمار اووو فكرة راح أطلب تريزا ماي رئيسة الوزراء اهلو تريزا معك دونالد ترامب أنا ونتانياهو عادينا عم نفكر من بعد داعش لازم نخلق شي جديد نستغل له مثل داعش ومش عب يطلع معنا الشي عندك شي فكرة ايديا اي ايديا ما تنسيها إذا حدا منكم طلعت معه فكرة ما يتعذبوا يبعطلون إيها لأنهم أكيد محضرين شيء لما بعد داعش وبكرة بشوفكم وإلى فقرة ترينتز مع الزميلة سرط صالحة مرحبا بتقبل تقتلها شراجة عم يتصدر تويتر تزامنا مع أصدار نتائج الشهيدة المتوسطة كوسيلة توعية عن خطر الرصاص المبتهج الطائش يلي معقول يحول أي فرحة لحزن ما تخلي شهيدة ابنك تكون شهيدة وفاة ابن الجيران بوست عم بيتم مشاركته بشكل واسع مع نصائح وتغريدات متعددة بتدعي المواطنين يفرح بولادهم بطريقة معبرة أكتر وبتفيد الطالب أكتر قوة الأمنة الداخلة تبنت الحملة وطلبت من أي مواطن يبلغ عن الأشخاص يلي بيقوموا بإطلاق النار وأكدت عبر تويت آخر أنه كل التبليغات يلي بتم تلقيها بتكون بسرية تامة ومن دون ذكر اسم المتشكي ننتقل مع فيديو تمت مدولته لمديعد قناة الحرة عراق زين سليم من بعد الإعلان عن نهاية داعش من الموصل زين ما قدرت تمسك نفسها وعبرت عن فرحتها بهالطريقة فيديو آخر عم يحصد مشاركة ومشاهدة بشكل كبير جدا عن ردة فعل شرطة لما دخل عليه رجل بحالة هستيرية مع سكين كبيرة الشرطة بدل من أنه يمصب مسدسه بكل سهولة ويجبر الرجل كبسكين قرر يقعد على المكتب ويتناقش معه بكل هدوء وقدر مش بس يخليه يسلم السكين وإنما قرب وفتح له إيديه وعبطه فيديو الشرطة الرائع حظي بنسبة مشاهدة خطة الواحدة وستين مليون وأخيرا بدي أختم مع توضيح لخبر تم عرضه بنشرة مبارح عن الشاب جهاد جنيد يلي كتب بوست على فيسبوك بيحكي فيه عن إحدى المخالفات يلي تعرض له جهاد حاب يوضح أن البوست يلي انحكى عنه انكتب من أسبوع وتبع بوست آخر بيوضح فيه تعاون الجهة المعتدية عليه ومعاقبة المسؤولين عن يلي صار وله السبب هو غطى إرقام السيارات يلي نشر صورهم للموكب ولكنه رفض يشيل البوست نهائيا كرميلي شجع كل مواطن يقول عن أي مخالفة بتصير معه وما يخاف ومع هالخبر أنا بدي أودعكم لمزيد من التفاصيل تابعونا عبر صفحة ترانز على فيسبوك وعبر صفحاتي على فيسبوك توتر انستجرام وسناب شات وما تنسوا تتاج انت هاشتاج ترانز حتى نقدر نتبع أخباركم ونقولها بنشرات لاحقة باي والآن نبقى مع أبرز عنوين الصحف الصادر اليوم في بيروت ونبدأ مع النهار التي عنوانت زيارة قواتي لابنشعي والتحالفات سابقة لأوانها شهادة وفاة داعش فقد خلافته في الموصل وطرق الرقة موسضى ننتقل إلى الأخبار واشنطن تريد ترسيم الحدود ولبنان مصر على الرعاية الأممية بري لا تنقيب في فلسطين قبل لبنان ما بقي من الموصل حرا ننتقل إلى الأنوار رصاص نتائج البروفي يوقع الضحايا في تحدي لنداءات الدولة بغداد تعلن سقوط دويلة داعش بعد تحرير منطقة المسجد في الموصل في الديار مصدر عسكري للديار برنامج المساعدات الأمريكية يسير وفقا للمخطط المرسوم تخفيض موازنات المساعدات الخارجية الأمريكية لعام 2018 لا يجمل الجيش المساعدات الأمريكية ساهمت بالإنجازات ضد الإرهابيين ومدرعات برادلي قريبا في المستقبل العراق سقوط دولة الخرافة الردع الروسي في البناء الردع الروسي يبدد التهديد الأمريكي ونهاية داعش في الموصل تخلط الأوراق هارتس الضغط على حماس لتسمية دحلان لحكومة غزة بدعم مصري إماراتي الموت المجاني يشغل لبنانيين تركيا مهتمة بوحدة قبرص بالنايف في الإقامة الجبرية ننتقل إلى اللواء تجدد التوتر بين بعبدة وعين التيني يهدد استحقاقات تموز حصباني في بناشع اليوم والإجميلي يعتبر المشكلة في طريقة إدارة البلد القوات المدعومة من واشنطن تطوق الرقة تماما في البلد الأمن المتفلت يمتحن العهد لا أغطية سياسية الموصل تتنفس أيضا في البلد روسيا نأمل أن تصغي أمريكا إلى تحذيراتنا بشأن سوريا اليمن يعلن الطوارئ في أربع محافظات في الجمهورية امتحان نيات جديد للأسبوع المقبل دولة الخلافة تتهاوى ننتقل إلى الحياة انهيار دولة داعش في العراق في الذكرى الثالثة لإعلانها محافظون جدد وتغييرات في قيادة الجيش اليمني ونختم مع الشرق الأوسط التي جاء فيها القوات الحكومية استعادت جامع النوري وتجديد على ملاحقة الخلايا النائمة العراق يعلن نهاية دويلة داعش داعش من الصعود إلى السقوط كان في النشر إصابة أربعة عسكريين للجيش في عرسال وإلقاء القبض على قاتل المقدم نور الدين الجمل أول ضحية لإشهادة المتوسطة في بعلابات دولة البغداد انتهت حيث بدأت زمانا ومكانا المشروك لنصر الله من بعبداء هذا كلام يعني بالصراحة غير مسؤول وطني معايش من قلة الموت نما أوصل في الحالي أنه أتلحالي أنا ومرتوني ختم نشتنا الصباحية شكرا للمتابعة وإلى اللقاء عند العشر والنصف اشتركوا في القناة